فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسافر صلى صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا في أول الوقت رجل مسافر صلى صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا في أول الوقت هل يجوز له أن يصلي بعدها صلاة الوتر مباشرة نعم الوتر بعد العشاء ولو كانت مقدمة مع المغرب إذا صلى العشاء فإنه يوتر المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة